السلام عليكم حي الله المتابعين نبتدي وإياكم حلقتنا ماليوم بالصلاة على محمد وآلي محمد رح أشارككم الروتين اليومي أول ما أقعد وأجل المحمية لاته ناس المفتاح خلناه جيبه وجيه تلبيت عليها فر المفتاح تاليها طلعه بجيبه وانا جايبة بس بعد رح تقعد من الصباح تدرون التوم صبحنا وأصبح الملك لله يا صبحنا الله بالخير والعافية يا هلا يا هلا بسم الله بداية أن نشغل النافورة ونشغل الأنارة أصخام الصخمة كفريت يا أصخام الصخمة كفريت نطف الفقاسة من البارحة وانا على أساس هذا أشي لعلمه تطفى ذيك الشمعة أصخام الصخمة كفريت تعال ليه وجابني تعال ليه وجابني هاي العايزة عفوا تعال ليه وجابني ما عليه شي إن شاء الله ما عليه شي البيض ها الشيني هذا الشيني قبل المل المل هذا اللي هنا طعا طعا أقد وسكت أقد وسكت هسا مو هسا أقومنا النارة وكملنا نجي هنا ونشيك الماي ماي معتكم ماي معتكم ماي معتكم أسا نروح بعد ما أكملنا ونرجع لكم العصر ساكم الله بالخير نبتدي وياكم الفيديو بها الجمال بها الأناقة بها الرقي شوفوا أقلكم صدق يقولون هاي سامة هاي الأوراق مالتها وهاي سالفتها أشو يقولون ساها هاي مننا لا تقولون فراس ليه شي شي لا هاي مو هنا الحجية تخبز التنور فهاي تصعد الحرارة هنا وهذا يعطب لكم أيو الله حرامات والله هي يكون واحد تكون عندها بيها تشبير ويزرع ساقنا هاي بقتها قتتها يما بس هذا وين توديه والله شيني قد قتتها هاي وانترسك كل الأشجار هنا مثو ورد الشكل هنا ورد الشكل وهي شي سرع الحاي خبل خبل هاي هاي اما شوفوا اللي بت الحلاب دشرها هاي السلام عليكم شونش الحمد لله صحتك ومورش متابقينك شونه والله كواكي سينون عليش قون امك شونه يوصل ان شاء الله يوصل رحم الله والدي ان شاء الله يكفي الشرب يا دم يا محفوظين السلامة والبقى عفا سالفتنا عوجة ويا النعامات ويا النعامات شلعن قلبي سالفتنا عوجة رح تقلي فرات طبعا عوجة اذا انت ما حط بي ارسي سكت اخوان وما لكم دخل بي لو مو احط بي ارسي الطيور تأذي روحا رح تقلي منها فراتي شون طلعن يلا 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 شون طلعن منها لا حجي ظلني قمطن برواحة هني تقمط شايف شون شوف الزعيم صارو برجدي كل هش ذلغت وش شوف كميرا شوف كميرا هذا الدم هذا الاحمر كله دم والشلع الاصداف مالتها شوفوا شوف هذا الصارو هذا الجريا محفوظين السلامة يصير كله للدجاج اهمين الدجاج ينام كله هنا فوق على هاي المصطبات اللي سويناهن وقلت هاذ اللي هو مال البياض طبعا أنا بالمناسبة طال احتوني قبل شوي سويكم حلقة على حصاد الخريط طلعنا وكملنا وصلنا الهناك ماكو خريط فرين القاع وشط كل ما المهم هذا شي لقيت وحط هنانا وهاي احنا وهذا سير الادجاج خنا طلع الطواويس اي يو طيور انتم تنتظرون هن وانا انتظر هن انتم تنتظر هن وانا انتظر فقس يا محفوظين السلامة ابو صالح ساك الله بالخير بس عينك على الطواويس بين مؤسق البيضات وجي بس هايا جزاك الله خير لا يعني خاف هذا الزعيم يؤذيهم انت يحصيح علي قل لا اصير آدمي هو يفتهم جزاك الله خير والله يا وجد ها اه السلاقة خربت اخوان بالقرآن مش أنا خربت هي أنا حطيت هي وعلى بس عادي لكم ولا أحد يعني هي ينبش على هاي السالفة حطيت اخوان اجيت لشمل حط عطاب لان الدقن محترق هاي يا حباي بيقلب صعدت حتى شوف بيت بعزام شخبار هم بيت بعزام زهلت لهم الدنيا يفترون هنا بالسطح اخوان ها ما قتلك الصفور وعيون الليزرية كلاه الباك طرق عمات ولكت الصوش من عندك فري تصوش منك طرق عم نميس بس تزيين مي عدكم وأكل عدها زاقينهم شوفوا لا لا يا حظ نمسخ نمسخ يما دوت هاقذ بوي يا كده كده والله حرامات بيابوي يا ياب يا بيابوي والحمد لله والشكل رب على هالنعم هاي 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 حرامات انا شني جبت التور وقعدت قتانع هسة راح اسوين هين لا بطيت اي لا بطيت لا انت بطيت بطيت اسكت 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 من مسعه سويلك هذي اي اي لا لا حشيكم صحيح نكمل شغل جوه هذول بيت ابو عزام مبيضينا هاي وفرات شين سالفت انه تنزلهم من جوه والله بعدني خلهم هنا بالسطح بعدها الجو حلو خلهم مرتاحين ومتونسين هناك جوه يفتكون من الزعيم لو يفتكون من برقيم اللوات راح اي اي اه احط الموات شيد بلت والدجاج البيض نفسها اها وعندي هذا مال خلطة التراث البلت البلجيكي بالحشرات هذا الاسود الغني بعصارة الحشرات شوفوا يعني بقى شوية بين فترة حط لهم مننا شوية بين فترة حط لهم مننا شوية لان هذا يعني كلش مفيد فنوزع الفايدة مالتهم كد فترة وفترة يلا قال لي هاي البيضة نخليها جوه لانه هو حالة حالة دجاج بعد هاي بعد روتينيوم راح اسير بالنسبة لهم يطلعون هنا يبدون لانه بعد شبه وتقريبا فاريتها درجهم لان الطاوس خوان يطير انا حتى الناس يعني دائما يقول فرات ترتم وحسبا لكن كيف الطاوس تريطيء صحيح يطير مثل حمارة قل لك يعني موهيش لا اخوان حتى لو انقصة شين السادفة فرات لا تقلولي فرات يخرب جماليت اخوان هس انتم والله العظيم انتم مشكلة مشكلة انتم يعني اذا احشق شاي ابتلي مثلا ابتلي هاي ما انقصة يلا وما يطير يلا يلا اي خلنا روح لم يحسودي شيك على الخانات مالتنا كلهم يولد بالنسبة للكتاكيت الكتاكيت الوجبة اللي عرفتلكم يا هل البيع بقو اخر والله تعبت جبت غاز للحجية تيت تخبز صلاوات خوش بقو واي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة تس 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 آه ثماني شمال فرخات يا يا بي يا يا وهنا اخوان هاي الوجبة تقريبا هم صارت جاهزة خوش حشي معتكم ماي ها شوفوها صارت جاهزة فهميا للبيع ونفس السعر وجبة تقريبا كلها ورد الباقلة هاي الوجبة اللي يسر فيلكم عليها ورد الباقلة شوفو شون صار خوش اخوان هاي هميا المعروضة للبيع كلها معدل كوشينات والسلطانيات قرن البارحة احمد النعمة قل فرات الطواويس مالاتك داريهن شاقت لو لا كان مقصر اياهن قال لي بعد داريهن احمد النعمة ارضحن 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 شا سوي لهم باقصر اخا قاعدة شون فطيسة الله اكبر شنها الطرق عها فطيسة مادر هسين الطيهن قبابي ياهو اجارام يمكن يا الله يا الله خلنشيل هذا جيتك 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 ياهو 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 اشتركوا في القناة 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 لا اخوان لا 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 شايفين يسوينا طلعا براها لا 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 عوفوا عوفوا الدجاج الزينة يترتب له موضوع جديد بس نطوني شوية مجال نطوني شوية مجال حسان رتب لخير موضوع جديد يا اما فوق السطح ونسوي لهم تبريدي وحاتهم بس عوفوا هالوقت هه خلنا فحص بيض الفقاسة فلانوارة بدعايتها اه 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 رابحص البيض اللي موجود فوق الله بلوة يا ولد بلوة يعني حتى ماه النصف هس احنا راضين بالنصف ماه النصف شفت شون يعني هذا اه شون اقولك مثلا انه مرات شون تربح وشلون تخسر شلون تخسر انه انا اشتريت اه تلاتين وتلاتين تسعين بيضة اشتريت تسعين بيضة مال دجاج عرب اول فحص طلعنا اثنين وخمسين بيضة وهسه هذا كله خربان شوفه هذا كله خربان من المية وان عندي طبقة من المية ومية وعشرين بيضة شوفت كم بيضة شوف واحدين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمونة ساعة عشر المية وعشرين اربعة وثلاثين حتى ماهو الثلث بلوة بلوة كبيرة بتتبيع مثلا اشقد راح تصرف على الكتاكيت اشقد راح تصرف وقت على الكتاكيت وبالتالي تبيع على اربعة الاف الكتكوت عرفت شون وقاسة انا ثلاثين الف يعني مطلوب قلهم زيان هذا البيضات بيهم ثلاثين الف لا انت هنان راح تخسر او تبادل يعني راح تخسر وقت وتبدل نفس الفلوس بينما اذا انت بيضك من جو دجاجك فرق فرق كل الشبير بس هو تحكم المساحة بس على كل احنا هسا اضافون ست دجاجات انضافا هسا للمزرعة همين راح ينطلنا انتاج بس ما نسولف هسا هنحنا نسولف على المستقبل يعني افحص ذول يهمين وارجع لكم اي بالقلب ما خرت الا مزروفة هذا مثل يقولون ما خرت الا مزروفة عرفت شون نفس الشي يعني انا قلت لكم انا عندي تجربة سابقة وية بيض الاخذيري هاس هاي عدتكم شوفو بيض الاخذيري خذيري 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 اي ذني هاي ساعدكم هناك خمسة هنخذيري اي هاي هم خذيري هاي ستة بيض الاخذيري اللي شادات هاي واحد اثنين 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 اربعة اربع بيضات مال ausgeery فقط اللي شادات وبهم افرخ بيضة بطريق شادة ذني البيضات ايش قد بلعتكم اربعة ستة بيضات مال دجاج شاد وثلاثة مال كوشن هم شاد وهذا بي اه اسا قامل واحس بالسمان السمان من بين كل البيض الحاطة بس وعدها خربانة هات اياكم الله اسا قاعد جاومتابعين يشترون كتاكيت بعدنا ما نشرنا لكم الفيديو فبالنسبة الكتاكيت بقاوا بس ثلاثة يمكن لو اربعة اربعة ها اهو صار ابو العرجة من نصيبهم ساكم الله بالخير دائما نسألون على درع اليوتيوب وينه طبعا درع اليوتيوب هو بس تستلمة ينظم بعد فهذا هو درع اليوتيوب شوفوا حياكم الله وشرفتوني وهي طيورهم بالحفظ والصون ها اها وبقاوا هنا اخر شيء وهي الوجبة همية المثل ما قلت لكم بعد همية المعروضة فاي بالقلب هس جيت هنا نصوب علي على مودة شيك البنغاليات لان ها شوال شوالي وقال لي الزلمة قال لي فريت ترى الطيور نائمات بدون بيض وجودات اي ذنيتش كيف تون ذنيت ذنيتش يلا بسم الله الرحمن الرحيم اجيبي البيضات وجيكم اجيبت هاي الخاشوقة يعني علي طاني هاي الطريقة امد الخاشوقة هيش وشيلا البيضات لان ذاك اليوم انكسرا يا ولد هسا توانا شنت يم علي هاي طب وطبعا شنت جايب الطحين هات التلفت جبت الكمية فودت للطحين اسمحت واحد يخابر الباب قال لي ها شيني قال لي اي اه شي اسمه بكذاسة هاي دي الشاشو حلوقها به دم ها المهم ها اخويه فقال قال لي والله هيش رايديهن احنا طبعا النعامات عرضتين السعر مال هن مليونين الف يعني الفين دولار فقال لي بهيش مهمة شيني قال لي شاخ صوروهن انه على مودي يريد يشوف هن الولد اخوان الله يرحم مالديكم اخوان الله يرحم مالديكم ترى انا لاني موظف وراتب مال رعاية ما عندي قاعد انا هنا بالبصرة وهي حقول النفط كلها قبالي شوفوا ما عندي ربع دينار من الدولة فيجون وانتقول فرات لا تبيع الزعيم احنا شو اخوان شو نشتري مدرعا اشلون ابدي اطور نفسي شذا ما بيع الزعيم ولا تبي حاذ وهذا الحب شو مين اجيب انا بس فهموني مين اجيب يعني فهي الطيور اذا ما تدور نفس اخوان بدون اي فائدة ولد انا كل شي ما عندي ما عدا هي الطيور نفس تكاثر انا اليوم ما قدر تشتري الطاوس اذا ما قمت بيعا كتاكيت واشتريت الطاوس انا اليوم ما قدر تشتري طاوس لو ما بايع الفناجس اللي موجودة هنا عرفت شو لان الارباح اللي تجي من اليوتيوب فهي ارباح قليلة جماعتنا اليوتيوب ريه عرفوني في هذا الموضوع وخصة بالعراق ارباح العراق تعبانة يعني ادوب تشتري بيها اكل للطيور عرفت شو فاخوان انا شو اقدر اشتري مزرعة بالمستقبل باعوا هذولي بالسعر اللي انا عارضهم بي قلت شسوي طبعا رحي انا اريدها مفاجئة بس يلا مو مشكلة قلت شسوي اذا باعوا بالسعر اللي انا اريده فاذب اللي بعد ست نعامات او سبعة رايقوا فرا ترد الاذية من جديد لا اهنا رح يصير مشروع استثماري اهنا مشروع تجريبي اللي هو انه انا ربيته وصلت مرحلة شبيرة عرفت شيني يحتاج اليوم من نجيب ان صغار اهنا رح يصير مشروع استثماري اي شي اقدر اطور نفسي واشتري محمية اما لا اظلن على هاي السوارة سالفتنا عوجة وتعبانة خوش حتي فهمتو فهستم مو راح تقلبونها قلاب هام بارا بارا لا 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 موجودات بعدهن فهيس بسم الله الرحمن الرحيم راح اجربوا اياكم الطريقة قاعد اللي فتش دعوة هاي جحافن بالزاوي وانا احتاج ان التصوير حتى اشوف ان البيض ما جاي اقدر هاي والله كفتها هل 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 صلاة والصلاة 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 هل هل والله نجحت بس البقية مية ما نشوف هل 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 والله لا اجحت طريقة كذدف دين ولله نجحت بسم الله الرحمن الرحيم صلواة 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 ماكفو خليت بيبسين لأن واحدة طاحت مني دي وانكسرت عليك شفوه فعلى كل نخوان بقى شيري بقى عدنا بقى عدنا بيضات الماكس على الفول اورنج بياضات من بياضات قلنا الماكس على الفول اورنج خمس بياضات صارا شفوهن أصلاً ما بيضاً ها شوف شوف شقيت لك منيقلك أصلاً ما بيضاً لك الحمد يا رب العالمين لك الحمد والشكر قيت لك منيقلك أصلاً منيقلك ما بيضاً ليش أنا شفت أمس يسوي لمسات يد ألف الحمد لله وشكر يا رب العالمين أهمين بيضات الماكس والفول أورنج خلصنا من هين ها أهم نستفاد معه لنستكمر هين من جديد حبائم القلوب أسحب بيضات الفنجس اللي جوا أسحبتين وهس نخلي بيضات الغولدن وهي الثانية وهي الثالثة الغولدن وهي البيضة الرابعة صارت عندكم واضحات أربع بيضات غولدن زرقناها نجوها من جو البنغاليات أنا منفحصتهم لأن البيض جديد وحده شادة بس تلحق السويق سلعة ما تلحق شوفوا هاي شون عشان شمرتبة هاي شيني هاي ما عدر إذا ابعدت لسه عدتكم هاي السوال فما عدتكم هاي فلا ترمال محطات محطات مال ماي مال ماي آروا هنا يمنى محطة فبين فترة وفترة ينظفونهن ويذبونهن باره شوفوا ها فجبت هاي يعني ضالات هنا هناك فانا بين فترة وفترة أجيب فجبت هسه هاي هاي تتقصص صغار وتنشمر لطيور تلف بيها أحشاش شوف لياها شوف ليش قد بيها محفوظ السلامة قصصت هاي شوفها ها ها هطوظا هسه أدري رح تجيوا واحد يقلي فرات أبيش قصصت بكوسرا 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 قصصت أبيش بموقص ها ها هاذا موقص ها 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 عنفو بعدو يقص عنفو هسه بعد هسه تصوير سايلا ساعة قصة واحدة يقص سبعة تصوير مه مه ستين عشرين مرة مايقص قصيت بالمقص بالمقص ها عوف اخوان هسا قصيت بالمقص يعني ها هاذا تقصص ها هاي عوف عشوي انا بالليل طويلة ها هتجيبه عندك اتهيش انا سلي هاذا بسرعي ينقلونه فان اشي هسوي ها اه ذبهنانا ها هستيجي ما تلقى انا قاعدت كنيس وتسوي فانا حبيت اهديها هاي الاغنية يما رح اهديلش هاي الاغنية امي جن الله يقول امي علمتني الاصول امي امي شن رأيتش في صوتي عليتش الله يما خبل خبل لا 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 بدون يا صديق والله ها اغني خناية هلش شما دام قلتي خبل اي حادي عبد الحسيم حسيم امي جن الله يقول امي علمتني الاصول هاي الوردة الامي ها ها هاتش يما هاتش يما شكرا شكرا لا لا هاشي ما ابروح الزاير لا ابروح جدا الله يرحم عليها تشلخ ذيها الله يرحم والدي جماعة وذولي بيت ابو عزام اه 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 والله لقبل كم يوم اشتريت تيقونية ما الحنطة خذيتها مادي بكي بثين وثلاثين مادي تشم كيلو كانت والله ماديش قد قلي انا شفت هاي تدحس من الساعة لان اطلعتهم بره بعد الكوش هنا فما اقول لعودة هاي 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 شوفو اي قدت انا اخذيري شوفو ها ما قدت لكم الاخذيري الفحل البقى واحدة بحتة ما بيحتطي يعني خليته يمصح بيقل لي عندين ثاية هواي واريدة قلت لها كياخذ المهم بسان احبيع يعني انا ما اريده بعد لي اشيان انا عندي هنا وجبة هاي بعدان اشي اللي ذاكة بي هاي ضاي الوجبة كاملة ماالخذيري يعني خير من البيهم 15-16 من الناس سنتجاية لا خير من الله اي اي خير من الله بلكة الله يبيع الطيور اخوان والله العظيم كون اخوي يبيع الطيور الا هاي نسويها للبجيات نسوي نحطنا بها سلعة اشتركوا في القناة 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 هسه صار انو امطيهم اكل طبعا الدجاج ما بيض هنا انا عود على الساس اليوم اروح اجيبهم اه يعني حشيش وهاي ورتب هذول اكثر حتى يسيرون للبيض بس ما لحقت لان توني طالع قالت حجي يجي بالكمية جبتها فالدجاج اليوم شوفوا ونصب البيض ماله شوفون والنيشة بيضتية هاي بيضات ثلاثة بيضات هنا نصبن هين الدجاجات خلوهن عادي عادي ما كو مشكلة بع شوية هان شاء الله جيبن هسه لجي موحد اكل النعامات هذا الاكل هنان مساعدة جابولي برسيم بذور مال برسيم تقريبا بي كيلو هم ينذب بيته هنا هاي قميرة هنا متعورة صار جاهز بالكامل طبعا هذا بذور البرسيم ويا شوفوا شون صار عبارة عن اخضر هذا الاكل صار يهم هنا وذول هم مطايتهم وكل اللي هم الطواويس حطيت هنا حتى ما حديدنا بس هاسه حاليا هي سيطرت هنا لانه شكلها كذولي افراخي ومدرشيني لحت لكم حبالي طبعا العصر سويت هواي شغلات بس ما قدر تصور ليش ما قدر تصور فرات اخوان اه هذا امتلت الذاكرة مالتا طبعا قاعد اصور لكم اربعة عشر ايفون اربعة عشر عجيب بس لا مو عجيب لان هي فريمات وشسمة ودقة و الله يعينه يعني الله يعينه فالذاكرة تم تليش لان حجم الفيديو يصير كبير هلا كل الناس عرف هاي السوال في كلها طواويس حطيتهم هنا بهاي الخانة شوفوها نايمة هسه هي اخوان تعالوا اقلكم الفول اورنج ودماء الماك صراح اشيلهم وذبهم هسه جوه البنغاليات بس اصعب بخهم احب القلب ظني ثلاث بيضات واحدة شادة وهي هميين شادة والبقيات طاحت واحدة وانكساد الحمدلله والشكر هاي فلتة منيدي وطاحت هلا الاربعة راح اخذهن هسه صبخن وخليهن جوهن البنغاليات احب القلب ظني صمغتين اه صبغتين هش فلز لغزين وهي هنانه البيضة مع البنغاليات هسه راح ازرقين جوهن فرات الماكس هيش راح تقطع وانت شغلك غلط لا انتم شغلكم غلط وانتم اللي ما تفتهمون احبت شهاد البيضان المنحطة هنا شوفها هذا المنحطة هنا راح حطل هسه خمس بيضات ما شادات اسبوع هايش اخوان راح شاسوي اشي لن البيضات اشيهن انا مشيني ترجع اترد تذبنه بيض هن جديد شفت اليوم كله سما طيبين ان شاء الله من جوه طيور عمينا ان شاء الله الصلاوات على محمد وعلي محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين شوفوا مسقوقات امن على طيورك طبعا هذا واضح يعني اصفر عايتكم هذا شوفوا هذا المنح وهذا اظن ازرق يطلع هذا اللون العادي خلي طلع عشي طلع عمي خلي طلع عشي طلع صيكتح شون التوم ما شاء الله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين ان شاء الله بس يشدون شوية همين نحلقهم بحلقاتنا ما نختموا اياكم الفيديو خلي نسحب البيض حجي همز جابة البيضات واليوم الدجاج يمكن صاب من جديد يا ولد هذن البيضات هنانا عد قتان الدجيب بس عفوهن البع شوي ما ما اقدر امدروحي ما اقدر امدروحي بس يمكن حجي اماخذ ذنية لازم اطب والي جاهن شوي اضعيف هنا يالله يقدر يجي فينا الكوكتيلات بنهد ما بيضا اول بيضة صاريهم تقريبا بالتسعة ايام هيش بعد ما ادري حتى ما اشوفيني طلعا ميتات عدلات ما بس اشوفن بس اشوفن عدلات لو ميتات لانه افتقدتين كلش اربع بيضات واضحات شادات شفتوها نمو يلا 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 هذا وهذا بس عنا مود لانه شيني انا قلت يعني ما يطل عن اربع بيضات وانا شفتهم تقريبا سود وشادات وهاي هي الوضع خير من الله الى هنا اياه حضايب القلب نكون وصلنا وياكم الى نهاية حلقتنا ما اليوم لا تنسون والدينا من الدعاء او لا تنسون عن الله كفي النشر بن يادم او دعناكم اشتركوا في القناة